رمضان أهل لنا رمضان كم هامت بك الأقلام مرحبا رمضان واستبشر الضعفاء والأيتام حيث القلوب مع الصيام يسودها نبل العطاء يحفها الإلهام وترى المحبة تزدهي وبفضله تتقارب الأبعاد والأرحام وإلى الإله تضرعا ومخافة تعل الأكف وتلهج الأفهام صوموا تصحوا قالها خير الورى هذه البساطة شرعة ونرام رسالة الإيمان بجديدنا نصل إن شاء الله إلى الإحسان مشاهدين الكرام كل عام وأنتم بخير إننا الآن في شهر عظيم مبارك ألا وهو شهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن شهر العتق والغفران شهر الصدقات والإحسان شهر تفتح فيه أبواب الجنات وتضاعف فيه الحسنات شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه الدرجات وتغفر فيه السيئات شهر يجود الله فيه سبحانه على عباده بأنواع الكرامات شهر جعل الله صيامه أحد أركان الإسلام فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من صامه إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه فاستقبلوه بالفرح والسرور والعزيمة الصادقة على صيامه وقيامه والمسابقة فيه إلى الخيرات والمبادرة فيه إلى التوبة النصوح من سائر الذنوب والسيئات والتناصح والتعاون على البر والتقوى والتواصي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى كل خير لتفوزوا بالكرامة والأجر العظيم فللصيام فوائد كثيرة وحكما عظيمة منها تطهير النفس وتهذيبها وتزكيتها من الأخلاق السيئة كالشر والبطر والبخل وتعويدها للأخلاق الكريمة كالصبر والحلم والجود والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضي الله ويقرب إليه ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره لربه ويذكره بعظيم نعم الله عليه ويذكره أيضا بحاجة إخوانه الفقراء فيوجب له شكر الله سبحانه وتعالى والاستعانة بنعمه على طاعته ومواساة إخوانه الفقراء والإحسان إليهم وقد أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذه الفوائد في قوله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ فأوضح سبحانه أنه كُتِبَ عَلَيْنَ الصِّيَامُ لِنَتَّقِيهِ سبحانه فدل ذلك على أن الصيام وسيلة للتقوى ومن فوائد الصيام أيضا أنه يطهر البدن من الأخلاط الرضيئة ويكسبه صحة وقوة وقد اعترف بذلك الكثير من الأطباء وعالجوا به كثيرا من الأمراض وقد ورد في فضله وفريضته آيات وأحاديثا كثيرة وقد فضل الله تعالى شهر رمضان على سائر السنة بنزول القرآن الكريم فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقد ميز الله تعالى أيضا هذا الشهر الكريم بأن أمر بصيام نهاره فقال فمن شهد منكم الشهر فليصم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضع يقول الله عز وجل إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به إنه ترك شهوته وطعامه من أجلي فللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك وفي الصحيح أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان أول ليلة من رمضان صفضت الشياطين ومرضت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وينادي مناد يا باغ الخير أقبل ويا باغ الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة كما أن الله أعد لأهل الصيام بابا في الجنة لا يدخل منه سواهم حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد كما أن من صام يوما واحدا في سبيل الله أبعد الله وجهه عن النار سبعين عاما حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا فاللهم أعنا على الصيام والقيام بالوجه الذي يرضيك عنا واجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم يا رب العالم هذا والله تعالى أعلى وأعلم دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته